دلوقتي سوف نسيب حضرتكم مع موجز لأهم الأنباء بصحب الزمنة التنمية حمدين شكرا مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تهتم بالعمل والتنمية والبناء في كل القطاعات وأضف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح محور التعمير الجديد محور فؤاد أبو ذكري بمحافظة الأسكندرية أن الدولة تقوم بتنفيذ 250 ألف فدان في الدلتة الجديدة وتشكى وشرق العوينات وقال الرئيس السيسي أن الدولة لن تسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية مشيرا إلى أن تأثير المخالفات على التطوير وبناء المحاور الجديدة وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على إنشاء شبكة طرق تستوعب 100 مليون نسمة مشيرا إلى أن شبكة الطرق كانت تخدم في السابق 30 مليون نسمة وأنها لم تشهد في السابق أي تنمية عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه السادس عشر لمناقشة الأسماء المطروحة للمشاركة في الجلسات الفعلية للحوار الوطني هذا وقرر مجلس الأمناء استكمال المناقشات الأسبوع المقبل للإعلان عن الأسماء المشاركة في الجلسات الفعلية للحوار الوطني وبحث المجلس الأسماء المرشحة والمطروحة من أصحاب الخبرات والقوى السياسية المختلفة في ضوء ترشيحات مقرر لجاني والمحاور والأحزاب السياسية شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن حل النزاع الدائر في الأراضي الأوكرانية يتطلب حتما تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أي ضمانات ممثلة لروسيا فمسألة تأتي لاحقا وقال بوريل أن الخروج من الحرب يجب أن يكون باحترام الشرعية الدولية موضحا أن هذا الأمر يتطلب سدد موسكو تعودات مالية والبتف قضائيا في ضرائم الحرب وانسحاب القوات الروسية وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا ويأتي موقف بوريل إثر تصريحات أدل بها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكران تحدث فيها عن استعداده لتقديم ضمانات أمنية لموسكو أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاعدتين جويتين روسيتين تقعان في وسط البلاد تعرضت لهجمات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى في صفوف الجيش الروسي مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الطائرات المسيرة إلا أن حطامها سقط على أراضي القاعدتين الجويتين المستهدفتين لما تسبب بانفجارات وأضرار طفيفة بطائرتين أكدت الخارجية الروسية أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوريجيا النووية لأي طرف ثالث وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا أنه لا يمكن الحديث عن إخراج محطة زابوريجيا النووية من السيطرة الروسية لأنها على أرض أصبحت روسية وأضافت أن روسيا هي الطرف الوحيد القادر على ضمان سلامة المحطة النووية أعلنت الأمم المتحدة وجود أدلة على استخدام تنظيم داعش الإرهابي أسلحة كيميائية في الفترة التي سيطرت فيها على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق وأوضح تقرير لفريق تحقيق تابع للأمم المتحدة أن تنظيم داعش قام بتصنيع وإنتاج صواريخ ومدافع هاون كيميائية ودخائر كيميائية للقنابل الصاروخية ورؤوس حربية وأجهزة متفجرة كيميائية يدوية الصنع تأهل المنتخب البرازيلي للدور ربع نهائي من كأس العالم بعد فوزه الكبير على كوريا الجنوبية بأربعة أهدف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الدور السادس عشر وسجل ربعيات البرازيل كل من جونير ونيمار وريتشالسون وباكيتا فيما جاء هدف كوريا الجنوبية الوحيد عن طريق سيونج هو وبهذه النتيجة حسم راقص السامبا تأهلهم للدور المقبل ليضربوا موعدا مع كرواتيا التي تأهلت بعد الفوز على اليابان بركلة الترجيح مشاهدين انتهى موجز أثامنا وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل